كشير سوول على العلاقة ديره مع ابو مدين كشير سوول بين بالله توجبا كشكي يولد لأنه ما كيحكمكم شر رجال صافي ملخر يا بداك أتقولي أنا السلام عليكم ورحمة بكم أخوتي صلوة على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم قد نشوف أخونا مصطفى بونيف يرد على التاكاتيرات عزريبا التاكوز وأيضا على خطاب تعال ملكتهم ميمي سيس خوتي وأيضا هذا الفيديو موجه لجماعة طاوة طاوة والناس لرهم مع قرار فتح الحدود يعني بلي بلي كيين جزائريين رهم بيناتنا خوتي ورهم بغيين فتح الحدود مع زريبا التاكوز يعني كيين الشياتة وكيين جماعة طاوة طاوة وكيين حتى الخوانة رهم بيناتنا خوتي المهم لي لايك البرتر صلعونا هذا الفيديو بلا منزل طول عليكم لماش مش تاركيش تارك وخلونا نبدأ في الفيديو تعنا أنا كنت افتخر لأن فرنسا هي اللي درت ليدك الراية وكن افتخر لأنني كنت سميتي كاسو مراكش ورجعتني فرنسا المغريب اسمية دي المغريب ونسبت ليدك التاريخ دي المغريب العربي المغريب الأقصى والمغريب الأوسط والمغريب المهم بغيت نبدأ الفيديو تعنا بهذا المقطع خوتي باش نوجه رسالة للناس ليهو اليوم يقولوا ززقيا فايرانسا وكامل وكامل المهم راكم تسمعوا هذا مروقي من بلادكم قال لكم باللي أنا نفتخر باللي فرنسا هي اللي بناتني بلادي هي اللي جابتلي العلامتاعي هي اللي سمتلي بلادي وهي وهي مثال العيشين من نهاكا كي تبغي تحضر باللي شرسائر خيرانسا وكامل نرمامو تشوف بلادك شكون صناحها وانتو معلاش وليتو تبوسو تركو دكتفهم غاية المهم زيدو تبعو وغادي تشوفو مصطفى بوني فكي غيش غد يردع للناس ليهو في البداية أدعوكم للاستماع إلى ما يقوله هذا الشخص ما فيما يخص للدياءات التي تتهم المغاربة بسبب الجزائر والجزائريين فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين وإنما يقول من العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى عشقائنا وشيراننا مع كلام كما هذا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا الرجل مطاعم في بلده والناس تحترموا والناس تقدروا ولكن الظاهر أنه حتى مظاهر الركوع والسجود لرحمة اللي يدلو فيها في المروق لهذا الشخص هي أيضا نفاق يعني نفاق في حقه كما سمحت أخوتي واش تتكلم هلك المروق ميمي سيسو خيطاتها هذا الكلام دائما يتبادرها في كامل خيطاتها يعني في كل خيطات يتكلم بالجزائر والمروق ما بينتهم حتى حاجة والشعب الجزائري والشعب المروقي طاوى طاوى وما بينتهم شع داوى كما يقولون بعض الناس طاوى طاوى ركما يفهمون واشرا نفسه لكن بعد هذا الخيطات مالك تحهم يخرجوا واحد العيشة اللي هما معتبر يروحون طاقة كامل يهاجموا في الجزائر زازائي زازائر يعني في هذه الحالة في حق هذا موح ستة هكذا يحلو لنا كجزائريين أن نلقبه لأنه فاقد للهيبة وفاقد للطاعة شوفوا معايا سناي بي مثلا هذا على سبيل المثال ماذا فعل بعدها خطاب هذا الملك وماذا قال عن الجزائر والجزائري صنفون تسير سوول بومدين هلاش مولتش تسير سوول بوتفليق هلاش مولتش وسير سوول كتب التاريخ هلاش يقولك ايفي ميني وسير سوول على العلاقة ديرو ما بومدين وسير سوول بنبلت لأنه لا يحكمكم شر الجال سوف ينبخل يا ابنك تقولي أنا أما نقديد الغراب والذي أطلع طاعة أنتما لا يحكمكم الرجال مهم راكم تشوفوا هذا الدكتور خرج بعد الخيطة ملك المروك ومي مي سيس يهاجم في الجزائر مباشرة لا يتكلمش غير الأشياء يتكلم حتى على الرؤساء على الجزائر ومن بعده مي مي سيس يقولك بالله العلاقة بين الجزائر والمروك مليحة والشعب طاعة طاعة وكامل أنا تباليب للعيشة راهم ينافقوا كما قال لكم خونا أبو صطفى بونير يعني راهم ينافقوا في العبودية تحهم يبوسوا يقعوا يقولوا عاش صح من بعد تلقوهم يهاجموا في الجزائر وما يتبعوا شو واش را يتكلم معه الملك تحهم مي مي سيس زيدوا تبعوا ماليش حسبونا الله ونعم الوكيل هذا دكتور هذا دكتور ومن أكثر الناس المدافعين عن الملك وعن الملكية الملك انتاعه من جهة يقول بأنه مستحيل عندي أعطاء أوامر بأنه لا يجب أن ننتقس من الجزائريين وما يجبش نسبه الجزائريين يخرج هذا الدكتور وهذا واحد من ضمن العشرات ولا ربما المئات من الفيديوهات يتعرف فيها للأمير عبدالقادر الجزائري يتعرف فيها لرؤساء وحكام الجزائر يتعرف فيها للشعب الجزائري بشتى أنواع السباب والشتائم والانتقاس نحن أعطينا هذا النموذج لأنه أيضا أبرنوس نفس الشيء الفزازي الفزازي معلش شوفوا الفزازي مثلا يعني لي من المفروض راه يقول بلي رجل دين وصلى بهذا الملك من المفروض أنه هذا هو أكثر واحد يطيع الملك ولكن هم يطيعونه في كل شيء مع عدف الجزائر شوف مثلا الفزازي يقول توقيعوا النكاية في عدف الجزائريين أنا كندير فيهم النكاية وغادي نشو ندير وندير لهم اللايف من تل أبيب من تل أبيب ونقول لهم ها صاحبي ها نتنيا هو صاحب ها ها شوفتوا أخوتي يعني حتى هذا الفزازي يتاحهم اللي محتبرين الشيء كما قال لكم أخونا مصطفى بونيف ميمي سيس من قبل صلى من بعده وكامل ما يطيعش الملك تاعه في الجزائر في قرار الجزائر ما يتبعوش الملك بصح في قرار أخذ أخرين البوصورة كونقول عاش يعني بشرفهم ياجمع الطاوطاوة والناس لرهم يقولوا فتح حدود الناس لهوك العياشة يطيعوا الملك بصح كي يكون قرار مجيطة الجزائر ما هذه شي تاعه لكم تسمعوا ملك قال لهم ما بيناتنا شعدوا بين شعب الجزائري وشعب المروكي بصح خرج التكاتير أو خرجوا شيوخ تاعهم كامل قال لكم بللي حنا نفضل الصوص ولا الجزائر الجزائر أعداء وصوص حبابنا زيدوا تبعوا سيزور صديق ناتنياهو نكاية في الجزائرية هذا شيخك يا محمد السادس هذا شيخك إذن نحن نرى الآن أمام احتمالين أمام فرضيتين لا ثالثة لهما إما أن كنتي يا محمد السادس منافق يعني الكلام اللي تقوله في الخطابات شيء والأفعال شيء آخر أنا سبالي خوتي بللي ميمي سيس هو المنافق الكبير مش شي هو مخوتي يعني ميمي سيس يخرج ويقول بللي مع الجزائر أنا ملاحهم ما بينثناش عدواء بصح من بعد الخطاب هادي ينافق عادي خوتي يعني يبغي 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 الصورة أمام الناس بللي رها بغي المليحة مع الجزائر والجزائر هي اللي ما رايش بغي المليحة ومن بعد يبقى يهاجم في الجزائر ما شي هو لي هجم يرسل هادو الطاقات يراو هادو الشيوخة باش يهاجموا الززائر دائما ززائر ززائر ومن بعد يقول لك رانا بغي نفتح الحدود زيدوا تبعوا زيدوا أما الاحتمال الثاني هو أنك لست مطاعا في بلدك أنك بسبب عدم موجودك في بلدك بسبب عدم إشرافك على الحكم بشكل مباشر خلى الأطفال تلعب تحتك نحن عارفين مبدئيا بأن الملك الفعلي والحاكم الفعلي للمروق واللي رهي هو يمد الأوامر لهذه الأبواق لكي تسيئ للجزائر عكس أوامرك هو أندري أزولاي أزولاي هو الآن رب المروق هو الآن الآمر الناهي الحاكم بأمره والذي يقرر كل شيء أنت ربما قدرك أو أنت هذه الأمر إلى هذه الصورة المؤسفة والمؤلمة في نفس الوقت أقول لماذا أقول مؤلمة ليس في حقك أنت ربما 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 أنت إنسان ربما أقول قد تكون طيبا قد تكون ولكن لن تكون أطيب من ناس بسطة فقراء أفقرتهم وأفقرهم مخزنك المؤلمة كما سبحت واش تكلم خونا مصطفى بونيف في هذا الفيديو يعني قال لكم هناك خيارين الخيار الأول أن ميمي سيس منافق يتكلم حاجة ومن بعد يبد رأيه ولا من الكثريات التحويس لها والسكرات في شوالي باريس ولا لا لا يتبعوا العيشة يعني يتبعوا الصوص ربما فهمين خوطين بصح بالنسبة لي ميمي سيس حاجة الأول هو منافق الحاجة الثانية الأوامر اللي رايي يديهم ميمي سيس مشي حتى العياشة والتكاتيرة الأوامر اللي رايي يديهم ميمي سيس والمخزن من عند الصوص هباش يكونوا متفاهمين يعني الصوص هو اللي رايي سير فيها بصح ميمي سيس دائما كملك يعني بالنسبة للناس الاخرين العالم يشوفوا باللي ميمي سيس هو اللي رايي يحكم في المروق هو اللي يصدر قرارته كامل لذلك لازم ميمي سيس الخيطات يخرج ويقول هرانا ملاحم على الجزائر وما بينا تشع داو وما بينا ندير المليحم على الجزائر وكامل بالصح من بعد هذك الخيطات هو يروح يحوص هو صح باللي منافق صح يروح يحوص كامل والمخزن رايي يمد في اللي يسموه للطاكاتيرة ومشي يهجمو الجزائر وبالنسبة للصوص هو اللي رايي دير يجي في الزريبة تحت الطاكوس هذي هي على بيها دائما الفضائح على بيها بلتخميسيات على بيها بوصبير على بيها إسبانيا على بيها الخاليج هذي كون جميم ميسيس هو اللي يحكم زريبة الطاكوس نيشان كون مراشي ضرب شواري بيريس ضرب هلوحة ولا في القصور مع ابو زعيتر ولا ما كون فاهمين خوتي المهم أنا قلت لكم من البداية هذا الفيديو موجهة لجماعة الطاوة طاوة وهذو جماعة اللي راينا مع قرار فتح الحدود يعني باش تفاهمو خوتي على بنا باللي معظم الجزائري راهم رافضين فتح الحدود وايضا ارجاع العلاقة مع زريبة الطاكوس مايخصناش يسيدير رانهاني في بلادنا احنا راني نحاوسوا باش نبدو جيدار كبير نبنو صور باش مايطلو علينا مايطلو عليهم متالي يعني مايقربونا مايقربوهم الصور نبنو نديرو فيه الطاو نديرو فيه بوانب بس لازم تفهمو في بلادنا كاين الشياتة كاين هادو جماعة طاو طاو وكاين تاني الخوانا اللي راهم باغين تدمير الجزائر ايضا باش نكون متفاهمين لذلك هادو الناس كامل راهم معه قرار فتح الحدود راهم باغين الخراب للجزائر هادا مكان ساعنا بالنسبة لي القرار تفتح الحدود ولا يرجع العلاقات مع عزري باتاكوس ولا يهم الشعب الجزائري كثير ما لا ولا يهم الدولة من التالي يعني الشعب الجزائري راه رافض كامل هذا الشي يعني الشعب الجزائري مراش قابل باش يدي اللي دي في الليد السوس لان هادي البلاد اللي هوك اللي رايح دانا ولد تعال السوس موليش تعال مراركة كما كانت بالك القول وبكري كانوا فيها السوس والسوس هما اللي بنائوها وخيرا سيلي اللي بنائتها بسرح ماشي كما دركا دركان مراركة كامل راه يخرجوا فيهم ديارهم والسوس هما اللي راه عايش بلاستهم لذلك اي حاجة جينا من الزريبة الطاكوس من عند السوس رانا مبلعين حدود تعنا العلاقة رايبسكرا معهم وهذا القرار لا رجوع فيه كما قال رئيس الجزائر عمي تبون وإحنا كشعب جزائري رانا مع القرار تعال رئيس العناو ومع القرار اللي خرجاه وزير الخارجية الجزائري بغلب الحدود عمرنا لا غضي فتحوا حدود وعمر هالعلاقة لا غضي جدد معهم لأن هذو الناس مشيغي مالك تحهم وماش يغيش يختيحهم في زي زي زيت هذو المنافق يعني كامل منافقين كامل بالعي شاب التكاتير وكامل حاشة هذو الأحرار اللي راهم هربوا يعني كامل الأحرار اللي كانوا هذروا كلمة الحق داخلهم للسجون ونصهم هربوا يعني في بلادهم مهاجرهم خوطي هباش يكونوا متفهمين المهم خوطنا لايك البرداج وصلونا هذا الفيديو وصلو الرسالة خوطي برداج الفيديو في كامل موقع طلعوه بلايك باش يوصل الفيديو ايضا لماش مشتارك يهبط يشترك ويفعل زي جارس شكرا الكامل الناس اللي تابع معنا الفيديو حتى نهاية اعطونا راييكم ايضا في التعليقات على هذا القرار تعفة الحدود وكامل وعلى واش كان يتكلم اخونا مصطفو وابوني في هذا الفيديو خوطي القاناة الاولى هذي تلقوها في اسم قلوس ما تسايفش كامل باتشرفونا فيها حسابتي الشخصية انستغرام تيغ توق لاباش عم في اسبوك هذي تلقوه في اسم قلوس ان شاء الله هتلقوا في حلقة جديدة سلام